لقيت صورة تانية برضو من زيارة بني سويف معبرة جدا يعني بص ابن الوسخة ارد داخل عن ناس فيه رئيس شكله عامل كده ما توقف ايدك جنبك ومحترم تدخل بك ناس انت داخل تضحكهم فاكر نفسك ستاندب كومدي وقف وقفة انسان قالي ابن المتناكة هزة تيزك يا بص الناس وقفة ازاي محترم بص الواد اول ما شافه ايه بص الواد اول ما شافه مسك بضانه والله العظيم بص الواد قال يا بضاني ده عبيت ابن متناكة ده عبيت ابن الوسخة دهبل من الصور ابن الوسخة بص ابن الوسخة ارد ارد داخل عن ناس بص بقى البت بتقول ايه يا دين امي مش فاكرة ولا كلمة من اللي هم حفظوا لي كل اللي في دماغي دلوقتي يبقى لاحا بقى لاحا بقى أنا ما اسكت احسن بدل من روح في ستين دهية كلنا عبيت ابن الوسخة يا نهار سود على المنزل ابن الوسخة الواد ما بدون ايه يا لهوي الواد مسك بضانه خلق مش مستقل يغتي بس الست بتقول يغتي والنبي عسل ناخده نعلقه في ملايتي الحمام يمكن يمنع الحشرات والريح الوحش يا جمال أمه جمال أمه بص الراجل بيقول ده عبيد ابن متناكة ده هبل من الصور ابن الوزخ بص الناس وقفة مؤدبة زي محترمة كده وبتاع ويديها جنبها وده عبيد ابن الوزخة أرجوز ابن الوزخة داخل عن الناس أرجوز العرص وإيه لو ده رئيس مصر يا جماعة ده رأي يا ابن المتناكة كنت في جرى وطلعت البرة يا عرص منظر ابن وزخة منظر ابن شرموطة فين أبو العيال أبو العيال بص بص الراجل واقف ها كنتوا عايزين قعدتوا تقولوا يا بابا عايزين نس ناس عايزين نس ناس قديني جبتلكوا السيسي وخلص بقى بروح أمك أم الزيارة للسخيفة دي عشان عندي انتفاخ من مبارح الوزة دخلت نفشت جوا عرى قوي العرص يخرب بيت أمك بص ايدوه أرقص 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 صحيح عشان تعرفوا قيمة بص بقى بص النظافة بص ان شاء الله رئيس مصر القادم الدكتور بسم عودة وزير الغلابة ربنا يفك سجنه ربنا يفك سجنه رجل محترم رجل وطني بص الرجالة بص النظافة بص الاحترام كارزمة رئيس ربنا يفك سجنك يا دكتور او ده لا كان اخوان ولا كان بتاع او كان في حكومة الاخوان والسيزي كان في حكومة الاخوان مش كل اللي كانوا في حكومة الاخوان كانوا اخوان عشان تعرف قيمة ولاد الناس لازم تعشر ولاد الوزخ